نحييكم من صوت في نيئة من كندا اليوم السبت 11 ايار 2024 انا اليسبي الجاني والكلام اليوم رح منقوله هو ارفان بالجميل لدولة الكويت اشتغلنا بالكويت لمدة 23 سنة ربينا فيها عائلتنا مثل الاف اللبنانيين وغير اللبنانيين اللي فتحت لنا الكويت ابوابة وامنت لنا وسائل عيش كريمي وبالسنين اللي كنا فيها بالكويت كنا نعامل معاملة جدا ممتازة حقوقنا محفوظة وعشنا بأمن وسلام مع عيالنا هالكلام هيدا عم نقوله لانه من حق ومن الواجب على كل انسان انه يكون عنده عرفان بالجميل يذكر اللي كان له صفحات بيضاء بحياته وبمسيرته اليوم نحنا مع كل اللي بيعترفوا بجميل الكويت عليهم منشجب اللي عم بيصير منشجب كل المحاولات اللي مستمرة من عدة سنوات لتعطيل الديمقراطية بالكويت من خلال مجلس الأمي وهالمجموعات هيدا اللي عم بتحاول وما زالت عم بتحاول هيدا المجموعات أصولية جهادية إخوانجية مللوية جماعات غوغائية على يسار على كل هالخليط اللي موجود اليوم بكل أسقاع الدنيا واللي عم بيحاول يضرب النظام العالمي وعم بيحاول يضرب الاستقرار والأمن بكل مكان موجود فيه الحكام بالكويت أهل الصباح الكرام لهم أفضل وهيدي دولة الكويت مثل ما نحنا استقبلتنا وأمنت لنا لسنين عايش كريم أمنت لغيرنا من كل أبناء الدول العربية وغير العربية نفس الفرص هايدي الكويت أول دولة بدول الخليج كان عندهم مجلس أمي وكان في حريات وكان في قوانين وكان في محاكم وكان في عدل بتوضيع الثروات ولكن محاولات هود الغوغائيين إن كانوا يساريين أو ملالويين أو من أي فئة كانت تجار وغير تجار كانوا وما زالوا عم بيحاولوا يعطلوا النظام مما اضطر أمير الكويت مباريح بعشرة أيار إنه ياخد قرار بحل مجلس الأمي اللي هو مجلس النواب وبتعطيل بعض بنود الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنين نحن نستنكر كل المحاولات بإسمنا الشخصي مثل ما قلنا وبإسم كل حدا بيشاركنا العرفين بالجميل لدولة الكويت اللي اشتغلوا بالكويت اللي سعادتهم الكويت اللي أمنتهم الكويت حياة كريمة معي ومع كل هالناس هاودي نحن منقول اليوم ربنا يحمي الكويت ربنا يحمي حكامه ربنا يقوي إيمانهم لهالحكام حكام اللي هني من عائلة الصباح الكريمة اللي أمنوا لشعبهم أكتر ما يمكن أن يؤمنوا حاكم لشعب أمنوا لن السكن أمنوا لن المستشفيات أمنوا لن التعليم وكانت أول دولة بالخليج كله بيكون فيها ديمقراطية من ظل النظام الحاكم اللي هو مجلس أمي بظل الإمارة من هالمنطلق هيدا منقول حمى الله الكويت التي تتعرض ومنذ سنين لمحاولات انقلابية وتدبيرية من قبل مجموعات أصولية وإخوانية ويسارية وملالوية هدفها إسقاط الحكم المتمثل بعائلة الصباح الكرام وتحويل كويت إلى دولة فاشلة وفوضوية وربما جهادية وملوية الغوغائيون هؤلاء الذين يقفون وراء المحاولات الإنقلابية والإخوانجية والملالوية واليسارية استمروا ومنذ عدة سنوات ودون كلل بتعطيل أو بمحاولات تعطيل دور مجلس الأمة الذي هو مجلس النواب في الكويت مستغلين مساحات الانفتاح والديمقراطية والحريات والعيش الكريم التي أمنها أمراء الكويت لشعبهم وللوافدين للعمل في الكويت حتى وصل بهم الأمر حاليا إلى حدود محاولات الإنقلاب الفجة وتدمير البلد وجره إلى حالة من الفوضى والعصيان مما اضطر الأمير أن يحل مجلس الأمة ويعلق الدستور من القلب نتمنى للكويت ولشعبها الأمن والأمان والاستقرار والسلام في ظل حكامها العقلاء من آل صباح الكرام ونشجب كل محاولات الغوائيين والأصوليين وجماعات اليسار والملالي الذين ما حلوا ببلد إلا وأخذوه إلى الضياع والفقر والفوضى والصراعات التي لا تنتهي الكويت العزيزة هي بلدنا الثاني التي لا ننسى أفضلها علينا كيف لا؟ وقد عملنا وعشنا فيها 23 سنة معززون ومكرمون كما غيرنا من الآلاف من الوافدين من لبنان وغير لبنان في الخلاصة حمى الله الكويت وحمى الصباح حكامها من كل شر ومن كل أذى الأشرار وحمى الشعب الكويتي المحب والمضياف من كل الشرور نشكر إذا أكون وهذا الكلام هو نوع من العرفين بالجميل للكويت ولحكام الكويت ولشعب الكويت اللي أشنا واشتغلنا فيها معززين مكرمين لمدة 23 سنة وشكرا للمتابعة